نتكلم الفرق ما بين المبارح والنهاردة ان احنا دخلنا رسميا في الحالة الترامبوية المبارح كنا بنقول ترامب ولا هارس ديمقراطيين ولا جمهوريين احمر ولا زرق قضي الامر الذي فيه تستفتيان عملها ترامب ده مش بس عملها ده عملها وخلصها فاكرين الفيلم كان اسمه ايه بتاعاد الامام وجاميل راتب رجد الخيال اكتساح رجد الخيال اكتساح كان فيلم تور الظلام مظبوط للعبقاري وحيد حامد الله ارحمه رجد الخيال اكتساح كذلك انا بقول لكم دونالد ترامب اكتساح مبارح لو جبتوا خريطة الولايات المتحدة الامريكية مع تتالي التصويت بتاع الولايات والكونجرس والمجمع الانتخابي هتلاقوا امريكا مبارح متشحة باللون الاحمر امريكا حمراء غلبة للجمهوريين واكتساح لدونالد ترامب مش بس دونالد ترامب فاز بالرئاسة الامريكية ده كمان بالنتائج دي هيبقى معاه الكونجرس والمجلس النواب ومجلس الشيوخ سلصالا في يديه هيبقى الاجلبية الكاسحة في المجلسين للحزب الجمهوري اللي منه الرئيس فبالتالي هيبقى فيه سيطرة جمهورية كاملة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب والبيت الابيض ثلاثة مؤسسات مهمة جدا في صنع القرار في الولايات المتحدة الامريكية فبالتالي اي رئيس في امريكا يبقى مرتاح وفرحان وسعيد وراضي جدا لما يخش بالزخم ده لما يكون الرئيس مثلا من الديمقراطيين والاغلبية في الكونجرس او في كذا من العيلائي مشاكل وطول الوقت هاتوا خدوة سجال اما لما يبقى كله احمر كله جمهوري هتبقى الدنيا مريحة جدا جدا في الولاية الثانية لترامب بهذا الحسم بهذا الحسم ترامب يصبح اول رئيس في الولايات المتحدة الامريكية في العصر الحديث يستعيد كرسيه بعد خسارة فترة ولاية وفي تاريخ امريكا كله اللي هو مش كبير اوي كله 300 سنة تاني رئيس يعملها بعد رئيس كان فيه عام 1890 اسمه كليفلند اللي خسر فترة وبعده ده رجع كسب تاني وفي العصر الحديث ترامب هو اول واحد وتاني واحد في التاريخ يعملها يخسر ولاية ويرجع يستعيد كرسيه المسلوب منه عام 2020 ليه انا بقول لكم في بداية الحلقة ان احنا دخلنا رسميا بالنهاردة في الحالة الترامبوية لانه في وجهة نظر المتوضعة دونالد ترامب ليس مجرد رئيس ليس مجرد حاكم او ساكن للبيت الابيض ليس مجرد صانع قرارات وليس مجرد حتى قائد لاكبر دولة في العالم عسكريا وسياسيا انا قلت لكم ان احنا دخلنا في الحالة الترامبوية لان ترامب من وجهة نظري حالة حالة ترامبوية بلسانه بطريقته باندفاعاته بعجرفته وكبرياءه وغروره في بعض الاحيان بصرحته التي تصل في بعض الاحيان الى الوقاحة السياسية بين قوسين اذا جاز التعبير كما سمى كتير من المحللين بالاضافة الى حسمه لملفات كتير هو كده من وجهة نظري هي كده طب هي الموضوع قضي الامر انتهى فهي حالة ترامبوية قائمة كمان على الشو فاحنا بقولك هو مقبلين على اربع سنين في البيت الابيض شو شو ترامبوي فيه عجائب وغرائب ومواقف كثيرة حترضينا احيانا وتسئن احيانا لكن في النهاية علينا ان نتعامل مع الواقع الواقع يقول ان الامريكيين اختاروا الحالة الترامبوية لتقود البيت الابيض وامريكا وربما العالم لاربع سنوات قادمة